أثار خطاب الرئيس الصيني سي جيمينغ المهم في المؤتمر المركزي لشؤون القومية ردود فعلا إيجابية بين الكوادر والجماهير المحلية من مختلف المجموعات العرقية حيث يرون أن خطاب الرئيسي بل وارة لنظرية وممارسة الحزب الشيء الصيني بشأن الشؤون القومية وهو إرشاد أساسي لعمل الحزب بهذا المجال في العصر الجديد خطاب رئيس شيء المهم هو ابتكار وخلاصة عمل الحزب بشأن القومية في العصر الجديد والأهم من ذلك هو استراتيجية جديدة لمواصلة دفع بناء الاشتراكية ذات الخصائي الصينية في العصر الجديد وخاصة لدفع بناء نظام حكمة الشؤون القومية والتعزيز قدرات التعامل معها يجب أن نفهم بعمق معنى خطاب الرئيس شيء المهم باعتبارنا العاملين في مجال الشؤون القومية علينا أن نتمسك بترسيخ الوعي للأمة الصينية وتوجيه الشعب من جميع القوميات لتعزيز شعورهم بالانتماء للوطن الأم العظيم والأمة الصينية والثقافة الصينية والحزب الشيوع الصيني والاشتراكية ذات الخصائص الصينية منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم هي أول منطقة ذاتية الحكم تم تأسيسها تحت قيادة الحزب فلها تقاليد مجيدة للوحدة القومية سنستمر في تقديم مثال يحتذى به في تعزيز الوحدة القومية وسنتخذ مسار التنمية عالية الجودة التي تعتبر البيئة الأيكولوجية والتنمية الخضراء في المقام الأول ونسعى لتعزيز الرخاء والتنمية المشتركة لجميع القوميات ترجمة نانسي قنقر